المهم موضوعنا اليوم موضوع الفيتامين دي أولا معاكم علي المؤيد وهذه قناتي حق الناس اللي داخلين جدد أو الناس اللي ما تابعوا حلقاتي من قبل كل الحلقات تنزل على يوتيوب أيضا على القناة يوتيوب باسمي أو ممكن تكتبون شرائها علي على يوتيوب كل الحلقات من البث الحي أو حلقات أخرى تنزل على يوتيوب وأي شيء أحس موضوع أنه يحتاج تفصيل أكثر أنزل كدورة على أكاديمية علي ويكون السعر نسبيا رمزي بالنسبة حق المحتوى اللي تحصلها في دورة كاملة فنحاول أن ننشر المعلومة باللغة العربية لأكبر عدد ممكن من الناس عشان ننشر هذه المعلومة الصحية بسرعة لأنه لازم الحين توصل لنا هالمعلومة لأنه في حالات صحية كثيرة تحتاج أنها تتحسن وفي شكاوة طبعا كثيرة توصلني على المسجات وكذا وليش ممكن تكلمين عن هالموضوع وانا عندي ألم وانا عندي كذا فما ألحق فأنا زلهم كدورات تحضر أنت الدورات المهم اليوم موضوع بيتامين D صار لي هالفترة اللي انقطعت فيها دخلت شوي ركزت شوي أكثر على بيتامين D لأن بعض الأوقات أحس بأعراض تؤشر إلى أشياء معين فأقوم أدخل في أبحث قم أدخل في بحث مثلا قلت لكم من زمان قلت لكم أنني رقبت يتعورني ويروح يرجع يروح يرجع يروح يرجع فكلما أبحث طبعا البحث يوديني في زاوية مختلفة فدخلت في بحث عن الفيتامين D وعلاقته بالآلام العضلية وطبعا غركت في بحر كبير من المعلومات جدا جدا لا علاقة بالآلام العضلية ممكن واحد يكون في شد عضل مزمن أو متواصل ممكن يكون لا علاقة بالبيتامين D أولا أولا البيتامين D أو بيتامين دال هو في الواقع مو بيتامين هو في الواقع هرمون ولكن يسمونه بيتامين لأنه كان يظنون أنه شيء موجود في الأكل خاصة بيتامين D2 كان يجدونه في بعض الأكلات المعينة ولكن اكتشفنا مع الوقت ومع الأبحاث أننا اللي نحتاجه في الواقع هو فيتامين D3 وفيتامين D3 هو هرمون يفرز جسمك على الجلد بعد أن يتعرض للشمس فلما الشمس تضرب الجلد يفرز الجسم فيتامين دال بالاستعانة بالكوليسترول اللي موجود في الجسم فأنت اللي تفرز فيتامين دال مو هو شيء ييلك من شيء بتاكل فإذا بييلك عن طريق أكل مثلا عن طريق عصير ولا حليب ولا كذا يكون عادة هذا المنتج مدعم بالفيتامين دال ولكن للأسف أي شيء مدعم ما يكون مدعم بالجودة اللي نحتاجها أو حتى بالنوعية اللي يقدر جسمك يمتصها بشكل مناسب أو صحيح لك فالمشكلة اللي صارت عبر التاريخ هي أنه إحنا الإنسان هو مخلوق شمسي يعني مخلوق يحب الشمس يعيش في الشمس كأنه عندك نبتة في البيت تحتاج شمس بس انت كلها حطها داخل فمع الوقت تبدأ تذبل ويصير فيها مشاكل فبدال ما تعطيها شمس تعطيها حبة تشابه ما تعطيه لها الشمس ولكن ما بتوصل لنفس الشيء اللي خلقها الله يعني ولا عمرنا بنوصل في المكملات مثل ما تقدر توصل للطبيعة فمع الوقت اكتشفوا أن الشعوب بدت تصيدها أمراض أكثر الأمراض المتعلقة بنقص الويتامين دي كل ما زاد انسحابها في العمل من الطبيعة يعني كل ما صار شغل للناس في أماكن مسكرة في بنايات في أشياء فيها أسقف في مكيفات في كذا بدت تزيد فيهم كشعوب أعراض نقص الويتامين دي مقارنة بالشعوب اللي ما زالت تشتغل برا مثلا اللي يشتغل المزارعين البلدان اللي فيها أو الشعوب خنقول المناطق ما نقدر نقول بلدان كاملة ولكن في مناطق ما زال فيها الناس يشتغلون برا على البحر الصيادين المزارعين الكذا فكان شغلنا أول برا أو كان احتكاكنا أحنا كإنسان ككائنات حية أو كإنسان خاصة مثل الحيوانات اليوم كانت حياتنا أكثر برا فلما كانت حياتنا أكثر برا كنا نحتك أكثر بشمس فنحصل أكثر على بيتامين دي مع التطور اللي صار في المجتمع مع دخولنا أكثر إلى الأشياء المثقفة بدأت تزيد فينا الأعراض والأمراض اللي لها علاقة بنقص البيتامين دي فجسمنا ما يقدر يفرز نفس الكميلة ما يتعرض طبعا ولكن صارت أشياء أخرى أيضا في نفس الوقت أولا هو حي الموضوع جدا جدا عميق بحاولة أختصر لكم إياه وبحاولة أعطيكم رؤوس الأقلام ولكن النقطة الأولى جدا جدا مهمة أن الفيتامين دال يفرز الجسم بالاستعانة بالكوليسترول ولأن اليوم صرنا نعطي أدوية الكوليسترول بالهبل أي واحد من المرتفع عنده الكوليسترول يعطونا أدوية الكوليسترول ما نفكر بتبعات هذه الأدوية اللي تعطاه فلما تأخذ أنت شيء يقللك الكوليسترول ممكن أيضا يقللك أي شيء كان يعتمد على الكوليسترول فالأشخاص اللي يأخذون الآن أنا ما قدر أقول لك وقف الدول ولا زيدة ولا غيرة ولا شيلة ولكن إحنا قاعدنا نتكلم عن هذا الموضوع كموضوع فلسفي كحوار كمناقشة عامة شعوب كاملة زاد فيها استخدام أدوية الكوليسترول أو الأدوية اللي تنزل الكوليسترول صاروا أيضا هذه الأشخاص اللي يأخذون الأدوية ويتعرضون للشمس قدرتهم على تكوين الفيتامين D أقل لأنه قاعد ينزل كوليسترول في نفس الوقت في أشياء ممكن أن نتأثر على الكبد والكبد من الأعضاء اللي تساعدك في تكوين هذه الفيتامين لأنه لا علاقة بالكوليسترول وكذا ولكن لما صار ضغط على الكبد من ناحية سموم تعرضنا زائد للسموم قدرتنا على تكوين الفيتامين D قلت لأنه هو هورمون يتكون ولا علاقة بالكبد كل الهورمونات لها علاقة بالكبد فتكوين هذا الهورمون تعطل بسبب تعرضنا الزائد للسموم عامة كمثال البي بي اي اللي موجود في الحويات الماي البلاستيك لما تشرب ماي من بلاستيك في بي بي اي هذا البلاستيك تعرضك له على فترة طويلة على سنوات طويلة ممكن أنه على المدى الطويل يقلل قدرة جسدك على تكوين فيتامين D يعني بما معناه الكبد اليوم عضو الكبد عندنا مو مثل عضو الكبد في أجدادنا قبل لأنه ما كان عندهم هذا الكم الهائل من السوم اللي احنا نتعرض له اليوم والكم الهائل من السوم طبعا نتعرض له مو فقط عن طريق البلاستيك ولكن هذا جزء كبير ولكن عن طريق التلوث التدخين الأدوية التطعيمات فصار علينا ضغط أكثر على الكبد وأيضا احنا نشوفها بس أسوي ديتوكس ولا ما سوي ديتوكس أنا أضف الكبد ولا ما نضف الكبد ولكن ما هي تبعات هذا الضغط اللي ممكن يصير على هذا العضو المهم فتبعاته ممكن أن تكون لها علاقة بالفيتاميندال وهذا الهورمون اللي جدا جدا مهم اللي يدخل في كل شيء يعني بدون مبالغة شا اقول لكم يعني عندك آلام مفاصل ممكن لها علاقة بالفيتاميندال عندك آلام عضلات ممكن لها علاقة بالفيتاميندال عندك صداع المناعة لما تهبط إذا تمرض بسهولة إذا في الشتة تشوفون أن الناس تمرض أكثر هذا أيضا لا علاقة بالنحن ما نتعرض للشمس السرطان لعلاقة كبيرة كبيرة جدا في صلة كبيرة بين السرطان ونقص فيتاميندال شنو بعد النوم قل النوم أو عدم الراحة في النوم لعلاقة كبيرة بالفيتاميندال صدق أو لا تصدق يعني جودة النوم تنام بس هل تنام مستمر هل تدخل في هذه حالة الفقدان الوعي التام اللي تصير أثناء النوم بدرجات طبعا بمراحل يعني في أوقات معينة من النوم وهذه المرحلة اللي يسمونها البراليسس اللي هو كأنك كان واحد ينشل وهو نايم اللي ما في شيء قيمة ما في شيء صحي نوم كن ينام حتى له تنفجر هذه هي النوعية من النوم اللي نحتاجها عشان يصير الشفاء على مستوى عميق فاحنا اليوم وايد عندي وايد عندي معلومات بأقولكم إياها بس مؤخرا قاعدة أسمع واحدة على يوتيوب وأكيد عندها أيضا محتوى على أماكن فانية بس اسمها دكتور ستاشا جوميناك وهي طبيبة طبيبة أظن طبيبة مخ وعصاب وتتكلم عن رحلتها شون تحولت من طب المخ والعصاب اللي ما كانت تتعارشة عن البيتامينات لأن التدريس الحديث اليوم للطب لا يدخل في هذا المجال إلى أن اكتشفت أن مرضاها عندهم عوامل مشتركة لهم بدت تحفر وتكتشف وتبحث أكثر اكتشفت أن كلهم العوامل المشترك بينهم كان البيتامين دال فبدت تبحث شوي أكثر وهي اللي دخلت في هذا البحث العميق عن علاقة البيتامين دال بالنوم وأيضاً علاقته بانقطاع النفس أثناء النوم فكنا نظن أن انقطاع النفس هو اللي يسبب مشاكل النوم أو هو اللي يسبب تقطع النوم ولكن في الواقع تقطع النوم وانقطاع النفس مسببهم الأساسي هو نقص بيتامين دال فالمهم إذا بتبحثون عنها وإذا عندنا أي أطباء موجودين حلو كلامها وتتكلم من تجاربها الشخصية أيضاً فممكن أن تدخلون في بحث أكثر عن هذا الموضوع ولكن هي تتكلم عن أن شون الحالات اللي عندها انقطاع النفس اللي يسمونها سليب أبنيا قطاع النفس أثناء النوم شلون هو يشتت نومك وما يخليك تدخل في هذه الحالة الإغماء أو حالة الشلل اللي مفروض توصل لها إلى النوم العميق لكي يحدث الشفاء وشلون العلاقة بالبيتامين دال ما ذكر بداية الجملة اللي شكلت هالشيء ما ذكر بس هو إشان لا علاقة بالبيتامين دال لأن على أساس أنه لما أنت تنام وتصل إلى هذا العمق من النوم كل شي يتحسن يعني حتى إذا عندك مشكلة عضلية حتى إذا عندك مشكلة في الظهر حتى إذا عندك مشكلة ما فاصل مناعة أي شيء كل شيء يشفى في النوم ولكن جودة النوم لازم تصل إلى درجة معينة عشان تساعدك في الخروج من الأمراض اللي أنت فيها وجودة نومك ما بتوصل إلى هذه الدرجة المعينة إلا إذا أنت دخلت في نوم عميق يحتاج فيتامين دال كأساس فأنتوا تشوفوا إحنا تشوفوا شون دخلنا في حلقة مغلقة يعني بدأنا ندخل شغلنا إلى الداخل بدأنا ندخل في أماكن مغلقة مع أن إحنا ما شاء الله عندنا شمس في العالم العربي يعني على كيف كيفك ولكن مع أن إحنا في عز الصيف كثير مننا ما تعرض للشمس إلا يمكن قليل وإلا يمكن لأنه مغصوب ليس لأنه يبقى يتعرض فدخولك إلى الداخل وجودك في الظل دائما لا تبعات أولا ما تحصل بيتامين دي ولكن شوفوا إلى أين وصلنا يبدأ إثر على مخك يبدأ إثر على نومك يبدأ إثر على تنافسك أثناء النوم يبدأ إثر على عضلاتك كأنك تنشل كأنك نبتة مفروض أنها تكون نبتة خارجية ولكن تحطها داخل البيت يعني ما تموت تعيش بس ها يعني طبعا بعضهم ممكن بعض النبتات تموت بس فإحنا تجدين مشيرين كأننا معلقين يعني على صحة نص نص يعني ما داخلين ما قاعدين ناخذ تغذية كافية من هذا العنصر المهم اللي إحنا أصلا كائنات شمسية مخلوقة لهذا الشيء المهم فكثير طبعا جدل على مكملات بيتامين دي وهل أخذها وهل ما أخذها وهل كذا فأنا بأرجع إلى أولا شيء أبي أروح أولا إلى المصدر ونتكلم عن خوفنا من الشمس لأنه المصدر عندي حلقة اسمها حتى الخوف من الشمس وأتكلم عن جميع الفئات اللي ممكن تنتفع من خوفك من الشمس شركات اللي تصنع نظارات أنت تخاف من الشمس إذا تخاف من الشمس أيضا ما تمشي فيها ما تطلع فيها فعيونك ما تتعود عليها فلما ما تتعود عليها تطلع في الشمس وتشوف أن صار عندك تجاعد هنا لأن أنت مم تعود على الشمس فتقوم تشوف تجاعد فتقوم تروح تسوي بوتوكس وتسوي كذا فهذا أيضا ينتفع شركات المصنعة للكريم الواقي للشمس اللي في مضار كثيرة مهم شوفوا حلقة الخوف من الشمس ولكن صار عندنا خوف من الشمس من هذا العامل اللي جدا جدا مهم في حياتنا اللي قاعد يعطينا وقود للحياة و للصحة وقاعدين الآن نرى تبعاتها في كل مجالات الصحة بس للحين مفاهمين نحن لازم نرجع فأقول بي مثلا إيه يا الله شاخذ مكمل بدال ما أطلع خمس دقائق في الشمس الصبح عطيني شي سهل عطيني حبة عطيني مكمل عطيني شي لحظة هل أضكل هذه عشان إضاءة تصير أحسن فبدال ما أنا أشتغل على روحي وأبدأ أرجع أحتك في الطبيعة أكثر وأحتك بهذا الشيء الذي يعطيني الحياة بالأحرى أبي حبة أبي نقط أبي شي سهل سريع ما بي أطعب أعطيني بسرعة الدكتور الفاني قال كذا والدكتور الفاني فالمصيبة اللي تصير إن إحنا ابتعدنا عن المصدر وصبنا نبحث في المكملات فأبي نرجع شوي للمصدر لأننا تحتاج عشر دقائق حتى لو الصبح شوية العصر شوية حتى لو الشمس في الصيف حارة ممكن أن تختار أوقات تقدر تاخذ فيها هذه الدرجة من الشمس المشكلة تصير لما بشرتك تكون أغمج كلما البشرة تصير أغمج أو داكنة أكثر ممكن ما تفهمون بحريني كلما البشرة صارت أغمج تحتاج وقت أكثر في الشمس عشان تمتص عشان شذي البشرة اللي داكنة جدا مثلا في أفريقيا عندهم كأنه حماية من الشمس من الله يعني فمو بس أول ما يدخل صيدة تدخل للشمس عنده كأنه طبقة حامية فهو يحتاج يتعرض للشمس شوي مدة أطول لما يبدأ يكون هذا الهورمون شنو بعد؟ ايه فخوفنا من الشمس التغطية الزايدة اللي صارت وحنا نطلع في الشمس نخاف نطلع أي شيء في الشمس تخويف اللي صار من الأمراض الجلدية والمخاوف ولكن في الواقع هو هي الأمراض اللي أو خلان نقول سلطان الجلد كمثال قاعد يتزايد نزل الناس كلها من خشى داخل والكريمات الواقية من الشمس على كيف كيف كم ليش الأمراض الجلدية قاعدة تزيد للحين؟ فهناك صلة بين نقص البيتامين دي والأمراض الجلدية والحساسيات والأكزيمة والربو وكل شيء كل شيء كل شيء فتخوفنا من الشمس يعني أمس رحت قاعدت نص ساعة في الشمس تذكرت من لأن أنا ما قاعد في الواقع أنا واحد أقضي وقت في الشمس ما حسنا كفاية حسنا خلص الصيف وما حسني قضيت وقت كافي اللي يحتاجه جسمي لأن يكون فيه في الشمس وفعلا حتى النفسية تتحسن تتعرفون أن لما واحد يقعد في شمس أو في الطبيعة عامة حتى نفسية تتحسن الاكتئاب ممكن يروح فلا تبعات كثيرة حتى على النفسية اللي صار الحين مع المكملات لأنه عادة الطبيب لما توصله أنت ولما يسوي لك فحص الدم يتشوف أنه أنت واصل لتسعة ولا أربعة ولا عدد مخيف يعني فيقوم يضطر أنه يعطيك شيء كميته كبيرة وهذا أكبر فخ هذا خطأ لأنه جدا متعب على الكبد خطر على الجسم في الواقع نحن ناخذ أولا أوبر فيتامين دي كمياتها جرعاتها جدا عالية على الجسم صعبة على الجسم أن يحولها ممكن أن هي تتراكم في الكبد فأنا شخصيا ما أنصح بها أو حتى المكملات مرة في الأسبوع اللي يقولون لي مثلا أخذ عشر تلاف مرة في الأسبوع أو خمسين ألف مرة في الأسبوع يصير فيني يعني أخاف أخاف الصراحة لأن فيتامين دال مفروض أنه ييلك على جرعات لأنه هو هرمون ما يصير تلعب في الهرمونات أصلا لأنه هو هرمون ما يصير تلعب فيه كمكمل ففقط للحالات الطارئة اللي ما قاعدة تتحسن بالطرق الأخرى ما قاعدة تتحسن بالشمس طبعا يحتاج وقت يعني وإحنا دائما عندنا عصر السرعة نحتاج كل شيء بسرعة فأفضل أنك إذا بتاخذ مكمل ولو أنه هو آخر شيء ممكن تختار مفروض تختاره ولكن إذا بتاخذ مكمل أفضل جرعات قليلة على شكل نقط تروح تحت اللسان في الليل على مدة طويلة بدل ما تاخذ هذه الخمسين ألف أو العشرة ألف أو حتى الأبر اللي ممكن تسبب ضغط على الجسم وعلى الكبد فهي عادة المكملات يأخذونها من جلد الحيوان اللي يكون البيتامين دال فلأنه هو هرمون ولأن نحن نكونه على الجلد كانت الحياة تكونه على الجلد ممكن لا طبعاً ولكن معظمها فهم يأخذون عادة من الحيوان اللي هو كون الفيتامين عن طريق الشمس على جلده فنأخذه من جلده هو شوفوا شون يعني صارفة مفرورة فنأخذه من جلد هذا الحيوان ونعبئه في مكملات وبعدين نأخذه نقف الشمس شوي ونأخذ هالبيتامين منالا أو هالهورمون منالا اللي جسمنا يعرفي كونه نضطر أن نأخذه من الحيوان طبعاً لازم تتأكد من الشركة المصنعة لأن بعض الأوقات يأخذونها من جلد الخنزير طبعاً إذا ما عندك مشكلة بهالموضوع ولكن بعض الأوقات أو معظم الأوقات تكون عن طريق جلد الخنزير أو بعض الأنواع المعينة من بيتامين دال تكون عن جلد من جلد الخروف لها اسم بعد بس نسيت شنو اسمه البيتامين اللي من جلد الخروف إيه فلا تلجأ مباشرة إلى نقاط البيتامين دال فيقول لكم أن مثلاً الأطفال اللي مولودين في الشتاء دائماً عندهم قابلية نقص فيتامين دال أقل حنتكلم عن دراسات في الغرب طبعاً إحنا بالنسبة لنا أو بالنسبة لآن اليوم هني في البحرين الشتاء يمكن فرصة أكثر ناتعرض للبيتامين دال أو أتعرض للشمس لأن الشمس ما تكون حارقة فأكون أطلع برع أكثر أكون يمكن بروح للبحر يمكن بروح باتمشى فإحنا نتكلم عن فقط الأطفال اللي مولودين في فترة من الفصول اللي يكون فيها وجودك داخل أكثر من برع فيمكن عندنا نحن تنعكس السهل فلان يمكن إحنا في الصيف نقعد داخل أكثر من أطلع برع فعشان شي داي حتى في السفر تشوفون الناس يقول لك إيه والله نفسيتي تحسنت حسيت أني أحسن حسيت أني حتى كان عندي حساسيات تحسنت صح يمكن الجو أصفر في أماكن إذا رحت لها طبعا في الطبيعة حلوة وكذا ولكن يعني ما يصير يعني لازم نركز على أنه حتى لما نكون مسافرين يمكن أنت الوقت اللي تقضيه برع يكون أكثر فأنت يمكن في هذه السفرة يمكن تطلعت برع يمكن تمشيت حتى له نص ساعة حتى له عشر دقائق وانترى ماشي إلى المطعم ترى احتكاكنا بالشمس في حياتنا العادية من البيت إلى السيارة إلى المكتب إلى المدرسة إلى كذا أقل عادة من أوقات السفر فتشوفون أن الشخص في السفر نفسيتي تتحسن صحته تتحسن أشياء كثيرة تتحسن عنده يمكن لأنه وقضى وقت أكثر في الشمس فأنا أحس نفسيتي تتحسن لما أقعد في الشمس شوي أحس كأنني حاطة كأني قاعد في الشارجر يعني كأني مليت البطارية مرة ثانية يعني عنده واحد ينفخ فيك روح شوي فحالات السرطان والبيتامين دال لأن السرطان لا علاقة كبيرة بالمناعة هو مرض مناعب بالأحرى يعني لأن عادة المناعة هي اللي توقف الخلايا السرطانية من التكاثر فوايد لا علاقة بالبيتامين دال والمؤسف مؤسف فعلا أن توني ذاك اليوم قاعدة حاجة واحدة الطبيب يتكلم عن مثلا خلال نقول مرض السرطان الثدي كمثال إذا هي في ستيج وان أو ستيج تو يلجأ الطبيب إلى الاستقصال أو يتكلم عن الاستقصال أو يقول لها أن هذه الطريقة حين بنسوي كذا وكذا وكذا بنسوي استقصال وبعد نسوي كيمو وبعد نسوي كذا قبل حتى يفحص فيتامين دال عندها في الدم فأنت شلون إذا فيتامين لا علاقة كبيرة بهذا المرض شلون أنت تسوي استقصال يعني المرة رياح واحدة ياتني قالت لي أنا أسوي كان عندي ستيج وان سرطان الثدي وسولوا له الاستقصال وخلصوا وبعدين فحصت فأنت نفسها في حصة فيتامين دال لأنها كانت سامعة وكتشفت أن البيتامين دال عندها واطي كل شيء كان أظن أربعة أو ثنينة أو شيء معدوم يعني قلت لي أنت تعرفين أن لو بس ذاية البيتامين دال أغلب الظن كان يتحسن هذا السرطان من نفسه يعني إذا يحطوا في دراسات خلايا سرطانية في طبق ويحطون عليها فيتامين دال تتحول إلى خلايا عادية تصير مو خلايا سرطانية فأنتوا تخيلوا هذا الهرمون أنا بسميه الهرمون لأنه في الواقع هرمون أهميته وتخيلوا الفجوة اللي صارت بين قدرتنا على تكوينه أو المصدر اللي فصلنا نفسنا عنه من تكوينه المكان اللي ممكن نحصل عليه ودخلنا في دوامة خوف وأمراض وكذا بدون ما نلجأ إلى المصدر في البداية فجدا جدا مهم يعني هذا دكتور ستاشا تتكلم عن الكمية أو اللفل اللي مفروض يطلع في التحليل عندك أنه لازم يكون بين ستين وثمانين عشان يكون الشخص صاحي فتقول أقل من ستين يكون الشخص عنده أعراض أي شيء يعني نتكلم حتى عن مثلا مشاكل عضلية إذا لها علاقة بالبيتامين دارت تقول ممكن تتحسن خلال أربعة أيام من المكملات أو من الجلوس في الشمس إذا طبعا إذا وصل المعدل إلى المعدل الصحيح فتقول بين ستين وثمانين فضروري جدا هي تتكلم عن هذه النسبة اللي بين ستين وثمانين في التحليل اللي ضروري إنها تطلع فتقول اكتشفت من مرضاها أن أقل من ستين يكون عندهم أعراض وفوق الثمانين أيضا عندهم أعراض فأنا هذا الكلام نادر ما أسمعه الصراحة عادة أعرف إنه فوق الستين لازم يكون أو حتى في بعض الأخشخاص يقول لك فوق السبعين ولكن ما قطقريت أو تشفت كفاية عن إنه شنو يصير إذا زاد عن حده فإحنا بسهولة نسوي تحليل ويطلع عندنا نقص فيتامين دار نقوم نطيح في البيتامين دار طبعا إحنا شرحت لكم شلون تأخذونا وليش نطيح في البيتامين دار وبس ما نريد نفحص ننسى خلاص إيا أنا كان عندي نقص فيتامين دار فأخذه كان يأكل شيء تفاحك اليوم يعني ما كأنه هو هرمون وهو مكمل وزيادته مثل نقصه فهي تقول من ستين وثمانين دكتور لودي اللي عندي كذا حلقة معاه على يوتيوب عن موضوع السرطان هو يتكلم عن سبعين مستوى الدي مستوى بيتامين دار يكون سبعين للوقاية والشفاء من السرطان يقول ما نقدر نعدل شيء أقل من سبعين إذا بيتامين دار أقل من سبعين فهو يستعمل مكملات معينة اللي يحسن هي أرق وأخف على الكبد تشوفوا الحلقة اللي معا تكلمتها في الحلقة عن ما نذكر اسم الحلقة بس عندي كذا حلقة معاه ولكن في واحدة من الحلقات دخلنا في موضوع البيتامين دار والمكمل ومن وين نأخذوا كم مفروض يكون المعدل فاللي خايف من الشمس طلعوا طلعوا عيالكم في الشمس طلعوا الأطفال الرضع أيضا في الشمس ما المفروض يكون بس كلهم خشش ومحطوط في المكيف ولما تطلعين يكون كلهم لوت ويعني مثل ما قلت بساعة يعني إحنا كائنات شمسية إحنا نحتاج هذه الشمس كوقود نعم يعني فيه ناس بيسألوني أوه ولكن اليوم العازل الأوزون قل فالشمس صارت أضارها أكثر كذا كذا ما قل لدرجة أنها بتصير الآن مضرة لك كثر ما جلستك داخل البيت قاعدة تضرك حاليا يعني ما وصلنا لهذه الدرجة أنه خلاص الشمس انعزل عنها كل شيء وما نقدر أني نجلس فيها بتاتا شون بعد كنت بقول لكم لحظة خلات شوفوا النوتس كوليسترول ايه فالشمس ايه فالشيء الوحيد اللي بقوله أنا تكلمت عن معظم الأشياء أنه ما نأخذ الأبرو كذا ولكن الشيء الأخير اللي بقوله أنه هو فيتامين دال كهورمون أو كفيتامين أنا حين أعطيتكم ملخص ولكنه لا علاقة أيضا بالمعادن الأخرى لا علاقة كبيرة كمثال بالكالسيوم بالماغنيزيوم وعرف أنه كثير منكم كمتابعين سامعين من أماكن كثيرة شون لا علاقة بالمعادن ولكذا فطبعا ما قدر أتخل في هذا الموضوع كله الحين ولكن لا علاقة كبيرة بالكالسيوم والماغنيزيوم ولكن الأساس أن حتى الكالسيوم والماغنيزيوم أيضا يتعدلون لما نقعد إحنا في الشمس ونحصل البيتامين دي لأن البيتامين دي هو اللي يعدلهم مو بس العكس عرفتوا قصدي؟ فضروري جدا خاصة إذا أنت المرأة والرجل في الواقع عندنا في الشعوب العربية لأن التحفظ لأنها تتغطى أو حتى الثوب مغطي كل شيء على أساس يحميك من الشمس ولكن الحين صار المفعول زايد عن حده صار المفعول مبالغ أول كان يحمينا من الشمس نعم لأننا كنا نتعرض لها طول الوقت فكان ييلك على الكف ييلك على الوجه ييلك على كذا ولكن الحين إحنا داخل وأيضا لما نطلع يكون الثوب مغطي أو العباية أو الحجاب أو كذا فلازم تحرص على أن تتجد أوقات في نهارك إذا ما تقدر تتعرض للشمس في يومك العادي أو لأن ثيابك ما تسمح لك أنك تتعرض للشمس في يومك العادي لازم تجد في أي مكان في بيتك في حتى لو نافذة عندك في البيت تفتحها تفتح شباك تقعد طبعا لازم بدون الزجاج عشان تدخل الشمس مباشرة لأن الزجاج يعزل جزء معين عشان تقدر تتعرض للشمس بدون محل يشوفك يعني أو بدون محل يشوفك عشان توصل لهذا الشمس لأن نعرضها لأكبر مساحة ممكنة من الجلد لكي تصل لهذا الشمس طبعا إذا كان جلدك أفتح ممكن أن أنت في عشر لقايك تاخذ كفاية أو ممكن مثلا خلال الصيف تاخذ كفاية فنخزنة فممكن أن نتشمس فصل كامل مثلا ويتخزن وممكن أن ينتظر للفصل القادم يصير بس حين نحن لاشتة ولا صيف مو نشوف الشمس ولا نتعرض لها فضروري ضروري تحطون هذا في الاعتبار لأن اليوم حتى المكملات حق البيبيز قاعدين يعطون البيبيز مكملات الأم اللي ترضع ضروري أن هي تتعرض للشمس عشان يصير في حليبها فيتامين دال البيبي والأم يتعرضون للشمس بما فيه الكفاية والمكملات بالحذر طبعا ما عرف من حالة لحالة تختلف ولكن نكون حذرين جدا بالمكملات وإذا حسننا أن المستوى جدا جدا نازل ناخد المكملات مثل ما قلت على جرعات خفيفة ولكن أيضا بعد فترة من المكملات حتى إذا انتخذت لازم ترجع تفحص وتتأكد أن هذا المستوى ما زاد عن حد لأنه ممكن أن يصير تحسن فترة بسيطة وبعلي ممكن ترجع لك أعراضك مرة ثانية فقد تكون هذه الأعراض أعراض زيادة في هذا الهرمون اللي أنت زيادت زيادة على زون ما يدار أشوف أسألتكم لأني قاعد أتكلم وأشوف بعض الجمال ولكن حطوا لي سؤالكم في التعليق إذا تشوفوا هالعلقة على إنستجرام في اللايف حطوا سؤالكم في التعليق على البوست اللي طاف أو لأنها الحلقة بتنزل على يوتيوب إذا تشفتوها على يوتيوب حطوا لي أسألتكم في التعليق وإن شاء الله أجاوب على أسألتكم في حلقات مقبلة أو على السؤال نفسه في التعليق أو إن شاء الله حتى أعيب لكم خبراء عندهم معلومات أكثر عن هذا الموضوع عندهم عمق شوية أكثر أحاورهم عشان توصلكم المعلومة أعمق فشكراً لوجودكم معي اليوم لا تنسوا تشتركون في أكاديمية عليا عندنا كذا دورة دورة القلون العصبي دورة المناعة دورة كذا أكثر من دورة وأيضاً على يوتيوب إذا شفتوا هذه الحلقة وعجبتكم أو شفتوا أي حلقة ثانية على يوتيوب وعجبتكم حطوا لها لايك عشان يزيد انتشارها لأن في الأخير أنتوا اللي بتساعدوني على نشر هذه المعلومات باللغة العربية للعالم العربي شكراً لكم